أنا كل ما ألبس حاجة ماما تقولي الناس وكلام الناس ألبس قصير تقولي عيب حيقوله عليكي مش كويسة ألبس قميس وبنطلون تقولي هيقوله عليكي مسترجلة وتفضل تقولي سمعتك سمعتك أنا بجد ما بقتش فهمة هوش معنى البنت هي اللي بيطلع عليها سمعة والولد لا دا أنا أخويا خاربها وأمي ولا هي هنا طب وانتي ما بتخفيش يطلع عليكي سمعة بسبب لبسك دا؟ كده كده حيطلع علي يا سمعة هعمل أي حاجة مش على مزاج الناس حيطلع علي يا سمعة أمري ما هارضي كل الناس يبقى أرضي نفسي وخلاص وده بالعند فيهم والذي حجة عشان تعملي اللي انت عايزاه إيه يا إيمان محدش هنا يهاجم حد كل واحد يقول اللي هو عايزه محدش بيحاكم حد سبيها يا دكتور أيوة حجة أعمل اللي أنا عايزاه إيش دا حقي؟ آه بس بحدود يعني أنا بلبس برضو اللي أنا عايزاه بس براعي برضو الناس والمكان والمناسبة مش عشانهم عشاني أنا صح هي اللي تحددها مش المجتمع المحيط بيها ستات كتير قوي بتكبر إن هي تعمل حاجات معينة وبتعملها غصبا عنها بس بتبقى مش طريقة حياتها ولكن لو سبوهم براحتهم هيعملوا نفس الحاجة وحيكونوا مبسوطين لأن دا حيكون بمزاجهم عارفة يا دكتور ماما اللي بتعملوا فيها بتعملوا في نفسها وأكتر ماما يا ماما يلا يا ماما حنتأخر يلا 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 ايه دا ايه؟ احنا مش قولنا هنقل على اللي سود يا يا ماما بقى لي خمس سنين لابساه ماما اللي حزن في القلب عارفة يا حاببتي بس أنا لو غيرت اللي سود ولو انت هيقولوا علي مليون حاجة انت ناسي احنا قابل مين النهاردة؟ يووو يا ماما ما يقولوا اللي يقولوا لا يا حاببتي ما ينفعش الكلام بيدور ويلف وبعدين انت عارفة كويس الناس دي دماغها وحشة وبعدين انا مش عايزة حد يقول علينا نص كلمة الناس يا حاببتي وحشة دماغها وحشة لو شافوني مش لابسة الاسود هيقولوا علي اني هتجوز تاني بعد المرحومة بوكي ولحد النهاردة ما قلعتش الاسود معلش يا هناء بس مومتك محبت وشة الاتصال اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة